السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا جماعة عاملين ايه يا ربي تكونوا بخير اهلا بكم في قناة مروة لتعليم الاكسسوارات الهاندميت فيديو النهاردة هيكون تكملة لسلسلة المشتريات اللي بدأناها مع بعض فاول فيديو ليا على القناة وبالمناسبة اول فيديو ده كان مهم جدا لاني قلت فيه الغلطات اللي انا وقعت فيها مش حبة اني حد يوع فيها تاني فلو عايزين تشوفوا الفيديو انا هسيبروكم اللينك بتاعه في الكومنتهي التحت وما تنسوش لو عجبكم الفيديو ده تعملوا لايك تعملوا اشتراك في القناة وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انا هنزله وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نبدأ الفيديو اول حاجة معنا في فيديو النهاردة هو المرمر المشجر ده طبعا فيه ناس كتير جدا منكم وانا اولكم سمعت ان المرمر ده بيغير لون وانا جاية النهاردة انفي المعلومة دي او بمعنى اصح اقول ان مش كل مرمر مشجر بيغير لون بمعنى بمعنى ان لو فاكرين المحل اللي انا كلمتوكو عنه جبت منه شغل من المنصورة اول ما بدأت المحل ده انا كنت سمعت قبلها معلومة ان المرمر المشجر ده بيغير لون وكنت عارفة ازاي اعمل الاختبار ان انا عارف زي كان بيغير لون ولا لأ فعشان كده اما عملته عندهم هناك لقيت ان هو فعلا بيغير لون وبيقشر عشان كده ما جبتش منه لكن لما رحت محل الصفوة اللي في العتبة وسألته عن موضوع ده قال لي ان بيغيرش لقيته مسك الفرح من نفسه وبدأ ان هو يعمل زي ما انا عارف ان بتعمل ان هو هيقشر بضفره لو ان فيش اي لو ان فيش اي تأشير حصل تاني حاجة ان هو يبدأ يحكي الحجارين في بعض طبعا برضو مش هيقشر ومن هنا عرفت ان النوع ده نظيف وهو فهمني ان فيه مرمر نضيف مش بيغير لون وفيه مرمر فعلا مروف بيغير لون انا جبت تشكيلة الالوان ده اي فرع منهم كان بسبعة جنيه ثاني حاجة معانا في الفيديو النهاردة هو فتافيت السكر فتافيت السكر ده بيكون عبارة عن خرز بيكون تحس ان هو مكسور كده من جوه اذا بيكون باين تحسي من جوه كده ان خرز نفسها مكسرة وتدي العمه حلوة اوي اللي معايا ده فتافيت السكر بيكون بلافتك يعني الفرع بتاعه بيكون خفيف اوي في منه فتافيت سكر تاني هوريهولكو حالا في فتافيت السكر ده طبعا الوانات وبتتكلم مش محتاجة وصف فيه بس ده بيكون ازاز يعني ده ده واقع على ارضي القصر فده محتاجة انك لما تديه لحد ده في شغل انه تخليه يكون حذر جدا انا جبت منه الاصور والاورنج والابيض ده عجبني جدا انه ابيض والبنافسيجي بصوا انته هتلاقوني بكتر من البنافسيجي بكل حاجة لان حرفان البنافسيجي ده اللون المفضل بتاعي بصراحة مش عارفة ده فرع ايه بالزبط وانا جبته بس انا مش فكره هو كان ايه بصراحة وعجبني شكله جدا حاسيتنا هو يبقى شيك قوي لعود دخل في شغل حزازات هنعمل بيه شغل سوا برض ان شاء الله ده بقى مرمر برضو بس ده مقاس عشرة الحباية بتاعته كبيرة شوية والفرع تقيل عجبتني الالوان بتاعته لان حاسيتنا هي مختلفة مش موجودة في المرمر للجبنة في فيديو اللفات بتاع المشتريات هنجي بقى للامر ده واللونين اللي احلى من بعض دول ده حجر اسمه حجر اللوفا حجر اللوفا ده مسته ورشيتي عليه بارفام لانه بحتفز برحة البرفام فيه شوية مش بتروح في انا جايباه بسعر 12 جنيه الفرع هو مرمر اسمه مرمر الجيلي مرمر الجيلي ده زي ما انتم شايفين كده هم فيهوش لمعهو مضفي شوية تحسوا انه هو مصنفر لفاكرين الفيديو اللي فات فانا عورتكو زيه كان ابيض تلدي فرع منه برده بتمانية جنيه ومن اصبت الخواتم من الخاتم ده من النحاس انا اللي عاملاه هعلمكو طريقته ان شاء الله في فيديوهات جاية فما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو بديد هنزروا نيجي بقى الاهم حاجة في فيديو النهاردة واللي هي تعتبر كنز بالنسبالي سواء بسعرها او بالحاجة الجميلة اللي فيها وهي العلب دي العلب دي يعلب منظمات الاكسسوارات انا اجبت ان عندهم اربع علم العلب اللي انا جبتها دي اللي علبة فيها خمستاشر خانة وسعرها كان خمستاشر جنيبة طبعا الحاجات اللي فيها دي كلها العيون الزرقى والاشكال والقلوب وكل دول دي حاجات اسمها اكياس لخمسة جنيه كياس لخمسة جنيه بتبقى كيس مشكل مثلا من الشكل ده بخمسة جنيه بيبقى محطوط جاهز كيس مشكل من ده بخمسة جنيه كيس من ده بخمسة جنيه بتكون موجودة في اي محل مش لازم محل الصف وطول ما انتم ماشيين في العطبة وفي حرف المزين بتلاقوا محلات اكسسوارات وعندها اللي كياس امه خمسة جنيه دي بتجيبوا الاشكال اللي بتعجبكم منها العلبة التانية دي حطى فيها خرز التفسير بالوان الجميلة المبهجة دي والعلبة التالتة دي انا حطى فيها الحروف ومنظمة جايبة اكياس من امه خمسة جنيه مختلفة من حروف بسواء شكل او لون مختلف والعلبة الرابعة كذلك حطى فيها الحروف ومرتبهم عشان سهل علي لما اجي احتاج اكتب اعمل حظازة باسم او بحرف او اعمل سلسلة موبايل باسم وهنشتغل حاجات كتير من دي مع بعض موجود هنا اللونه دهي بدا اسمه خرز السي سي بي سي سي بي او خرز بلاستيك هما بيقولوا عليه بلاستيك بس هو دي اسم تاني عشان محلاتنا بتعرفش السي سي بي ده بيقولوا عليه خرز بلاستيك بستخدموا كفاصل الحزازات زي الحزازة دي مثلا انا مستخدمها فيها بيدي شكل قايم جدا فيه منه الدهبي وفيه منه الفضي انا جايبة منه دهبي برضو بس احطها في علبة تانية كده نكون خلصنا فيديو النهاردة يارب ما كنتش طولتو عليك ويارب يكون الفيديو خفيف على قلوبكم تنوني فيديوهات تانية كتير ولو الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليها بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ترجمة نانسي قنقر